بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم بكم في الفيديو ده هنتكلم عن أل الشمسية وأل القمرية من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية هنتعرف بأن في عندنا نوعين من أل أل الشمسية وأل القمرية أل الشمسية بتكتب ولا تنطق أما أل القمرية فهي تكتب وتنطق طيب نجي نشوف أل الشمسية إزاي بننطقها مثلا زي كلمات مثل الشمس الطير الصبر ألاحظ هنا بأنني نطقت الألف ودخلت على طول على الحرف اللي بعد اللام فهنا اللام لا تنطق والحرف اللي بيبقى بعد أل بيبقى حرف مشدد إمتى بنكتب أل الشمسية بنكتب أل الشمسية لو جت بعد أل الحروف التالية التاء الثاء الدال الذال الراء الزاي السين الشين الصاد الضاد الطاء الضاء اللام النون أما أل القمرية فإحنا بننطق أل على سبيل المثال البدر الأمل القمر هلعز هنا بأنني نطقت اللام وبعدين نطقت الباء نطقت اللام وبعدين نطقت الألف نطقت اللام وبعدين القاف على عكس أل الشمسية كده أنا ما أطقتش على طول اللام ودخلت على طول فورا إلى الحرف اللي بعد أل أبغي حجك وخف عقيمه العبارة ديت حروفها بتجمع كل حروف أل الخمرية فلو شفت أي حرف من الحروف ديت بعد أل انت هتنطقه لو شفت أي حرف من الحروف اللي ما هيش موجودة فيه العبارة ديت يبقى ساعتها انت ما بتنطقش الحرف ده وبتعرف على طول بأن الشمس هي هنجد التطبيق العملي هنكتب مجموعة من العبارات في البداية هنكتب تعلمت تعلمت في الحياة تعلمت في الحياة تعلمت في الحياة العديدة من الأمور منها أنا منها أنا نقطتين رأسيتين هنحط الشرطة الأسد ملك الغابة الأسد ملك الغابة فصلة والجمل سفينة الصحراء والجمل سفينة الصحراء نقطة هنعيد العبارة الأولى كاملة الأسد ملك الغابة فصلة والجمل سفينة الصحراء نقطة العبارة الثانية الحلم سيد الأخلاق الحلم سيد الأخلاق فصلة والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة فصلة والغيرة تولد الحقد نقطة هنعيد العبارة الثانية الحلم سيد الأخلاق فصلة والظلم ظلمات يوم القيامة فصلة وَالْغِيْرَةُ تُوَلِّدُ الْحِرَةُ نقطة العبارة الثالثة النور ساطع النور ساطع فصلة وَالْوَرْدُ مُتَفَتِّحٌ وَالْوَرْدُ مُتَفَتِّحٌ فصلة وَالْوَرْدُ مُتَفَتِّحٌ 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 الرائحة. نقطة. العبارة الرابعة. الدفاع عن الوطن واجب. نقطة. الدفاع عن الوطن واجب. نقطة. هنعيد العبارة الرابعة. الدفاع عن الوطن واجب. نقطة. العبارة الخمسة. شرطة. الذل مكروه. الذل مكروه. فصلة. والعدل مرغوب. والعدل مرغوب. نقطة. هنعيد الابارة الاخيرة. الذل مكروه. فصلة. والعدل مرغوب. نقطة. دلوقتي مطلوب منك انك تقرأ العبارات وتصوب اخطائك ان وجدت. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. وبنتمنى لجميع ابنانا كل التوفيق. ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة وبانتظار تعليقاتكم.